خلونا نذهب اقتصادياً النهاردة رئيس الوزراء عقد اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطرحات كان فيه محافظ المركزي ووزيرة التخطيط والمالية وقتال العمال وطبعاً السندوق السياد طب ماذا جاء في هذا الاجتماع؟ اولاً رئيس الوزراء اكد ان الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطرحات حريصة على المتابعة المستمرة لسير العمل هناك اتفاقات اكد رئيس الوزراء هناك اتفاقات بالفعل يتم الانتهاء منها وسيتم الاعلان عن تفاصيلها قريباً هذه اتفاقات كما قال البيان مع شركات شركاء محليين وشركات وتحالفات اجنبية ايضاً استعرض ايضاً موقف الشركات والاراضي التي تم طرحها لعدد من المستثمرين العالمين والمحليين عبر آليات مختلفة سواء بحصص استراتيجية او عروض تنافسية في مجموعة اسامي لشركات ذكرت في هذا البيان اظن ان احنا هي دي الشركات اللي بنتكلم عليها في الفترة المقبلة واللي منتظرين انه بتتباع منها حصص محطة كهرباء سيمينز ببني سويف محطة توليد الطاقة من الرياح بالزعفرانة محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت شركة الناصر للكيمويات الوسيطة ودي اول مرة دي الشركة تطرح دي شركة من شركات الجيش او من شركات الخدمة الوطنية ارض الحزب الوطني وعدد من البنوك السابق ذكرها ايه هي البنوك السابق ذكرها القاهرة العربي الافريقي المصري المصرف المتحد دول التلات بنوك اللي كنا بنتكلم عنهم قلنا زي برضو العقرات والاراضي بالمدن الجديدة وايضا عروض لبيع شركتين صافي ووطنية قال البيان ان الحكومة تلقت عروض او يعني السيادي صندوق السيادي تلقى عروض خلال شهر مايو لبيع شركتين صافي ووطنية تمهيدا للترسية وفقا الجداول الزمنية وهي تحالفات كبرى بين شركات مصرية واجنبية ابدت رغبتها والاهتمام في التقدم لهذه المشروعات او هذه الشركات طيب ده اجتماع جديد بيان جديد ما زلنا ننتظر التنفيذ والحقيقة هنا انا عايز اقول جملة واحدة انه فيه ناس بتقولك كل تأخيرة وفيها خيرة في هذا الوضع كل تأخير ندفع ثمنه في هذا الوضع كل تأخير ندفع ثمنه بنك القاهرة بنتكلم عليه من ايام الجنيه ما كان بخمسة جنيه او خليوني يكون اكثر يعني مرونة من بعد التعويم الاول ده من الف و من الفين وتمانية او الفين وتسعة ما علينا من الفين وستاشر بعد الاصلاح البرنامج الاصلاح الاول بدأ الكلام مرة اخرى عن بنك القاهرة كان الجنيه كان الدولار بقى بسبعة جنيه تقريبا او خمستاشر انا خلاص الارقام راحت مننا فمن التعويم الاول واحنا بنتكلم عن بنك القاهرة بنتكلم عن المصرف المتحد بقالنا سنتين مثلا دلوقتي بنتكلم عن العربي الافريقي برضو بقالنا عدد يعني مدة غير قليلة بنتكلم عن صافي وطنية بقالنا ثلاث سنين بالزبط انا اجريت هذا الحوار مع وزيرة التخطيط عن صافي وطنية من ثلاث سنين بالزبط يعني عشان اكون دقيقة من سنتين ونص بالزبط عن صافي وطنية كل هذه الشركات بقالنا كتير بنتكلم عليها كل تأخير ندفع ثمنه ندفع ثمنه في قفزة في السوق السوداء في يعني في مساحة واسعة وفي فجوة كبيرة ما بين السعر الرسمي والسعر السوق السوداء اللي بيقفز لقفزات كبيرة في حالة من عدم الثقة احنا مشكلة الاقتصاد دايما هو الثقة ايه مشكلة الاقتصاد الثقة والثقة دي مهمة جدا والحقيقة انه في حالة كده في المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف ومش عايزة اقول الايماف لان انا لسه احنا شايفين ان في بعض التعطل في المراجعة اللي هي كان المفروض تجري في شهر مارس ولسه ما نعرفش عنها حاجة وزير المالية بيقول انها قريبا ولكن من مارس لمايو لا شهرين كتير عمرنا ما كنا بنتأخر في المراجعات بهذا الشكل التصنيفات اللي بنتراجع فيها في المؤسسات التصنيف الدولية وهذه التصنيفات ليست تحاملا وزير المالية بيقول ان ده تحامل من المؤسسات عفوا هذه هي نفس المؤسسات اللي كانت بتدينا نجوم وستار وتزود لنا وتحسن التصنيف عندما كان الاداء الاقتصادي جيد ونشط ومنضبط لكن مع تغير وتيرة الاداء الاقتصادي والوعود المستمرة التي لا يعني مش موجودة على الارض ونتمنى انها تكون موجودة قريبا كل ده بيؤدي الى يعني اهتزاز في الثقة يؤدي الى تراجع التصنيفات يؤدي الى فجوة لما بين السعر الرسمي وسعر السودة ومعرفش ده هنقدر يعني يتقابل ازاي ونقدر نغطيه ازاي ده كله مهم كل تأخير ندفع ثمنه اتمنى من الحكومة ان تدرك ذلك والحاجة اللي كنا بنبيعها واحنا عادينا حطينا اجل على رجل برقم معين حنبيعها برقم تاني باكينة باعت ب24 مليون دولار رقم ضعيف جدا 24 مليون دولار احنا بنتكلم فيه ان الارقام هتبتدي تنخفض لان المستثمر كمان هيقولك لا انا مش هبيع باسعار الجنيه بتاعتك دي انا هبيع بالاسعار الفورورد اللي هي الدولار ب42 و43 دي اسعار الفورورد فالحقيقة انه كل تأخير نسدد ثمنه